دكتورة أسنان وشبهوها بياسمين عبدالعزيز اطلق بطوا بينهم من كتر الشبه ولما عرفوا هي مين اتصدموا فيها جدا دلوقتي راحت بلد عربية تشوق طريقها كان بتمثل وهي صغيرة مرمحة تغيرت خالص روان عاطف اللي قدمت دور أشلي اختفت بعد ما قدمت المسلسل وتعرفت من خلاله حصل ايه في حياتها؟ وليه سيبت التمثيل بعد ما تشاهرت يلا بينا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده روان عاطف اللي دلوقتي بقى عمرها 28 سنة بدأت التمثيل وهي طفلة وكان أول دور لها في مسلسل شيخ العرب همام مع الفنان يحيى الفخاراني وبعدها وهي في الأددية شاركت في مسلسل الكبير أوي وشاركت في الجزء الأول والتاني وبعدها ما شاركتش بعد ما انتهى دورها هي وأخوها واللي كان محمد شهين بعدها شاركت في كام مسلسل كم منهم اتنين خليجي مع حسن الرداد وإمي السمير غانم في مسلسل عزني وأشجان علشان تكون آخر مسلسل تشارك فيه هو العمارة سنة 2020 بعدها روان ما ظهرتش في أي حاجة تاني فقررت انها تبعد عن التمثيل خالص قررت ما تمثلش تاني والحد دلوقتي ما رجعتش تمثل خالص وده كان سبب ان روان عاطف قررت تكمل دراستها وما ترجعش تجمع بين مجال دراستها واللي كان صعب والتمثيل اللي بيحتاج مجهود وتشتغل في مجال دراستها اللي هو طبيبة أسنان فتحت عيادة وبدأت تشتغل وتعمل لنفسها اسم في مجال دراستها الأسنان والتجميل وبتسوق لنفسها على مواقع التواصل الاجتماعي ومش بس لشغلها عن التمثيل لأ ده كمان حياتها الشخصية ما هي تجوزت حب عمرها بعد ما تخرجت بشوية وكانوا بيعملوا مع بعض تيك توك وفيديوهات وبينزلوها على صفحتها وصفحته وفي آخر السنة اتجوزوا وكان فرحهم حلو جدا وملفت خاصة الفيرستوك اللي العريس عيط فيه أول ما شاف روان وكتب مشهد رومانسي على الآخر روان بتحب التاتو ورسمة على يديها تاتو كبير جدا وملفت وشكله رئيء وعاجب الناس وكمان بتحب السفر والبحر خاصة دبي واللي جزها شغال فيها روان رغم انها بعدت عن الفن الا انها لا سايبة لها رجل هناك ولا لسه بتعمل اعلانات على حسابها ومؤخرا بدأت تدخل جزها معاها روان لبسها معقول ومش ملفت وعمل حسابها انها دكتورة لازم يبقى لها بريستيج ورونق معين ما ينفعش تخرج عنه ابدا وعملت عمرة مؤخرا وقالت انها فرقت معاها في حياتها جدا روان اتعرضت لموقف غريب من قريب في فيديو نزلته وانها كانت شبه ياسمين عبدالعزيز فيه والناس ظنت وقتها انها دخلت مجال تيك توك لكن في الاخر عرفوا انها روان عاطف الشهيرة بأشلي في النهاية انتوا بقى عرفتوا انها روان عاطف ولا ياسمين عبدالعزيز شاركونا برأيكم في الكومنت اشتركوا في القناة